أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذا الحوار الخاص مع فخامة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طائق الهاشمي أهلا وسهلا بك فخامة النائب كيف ترون العملية السياسية بعد توقيع الاتفاقية الأمنية ومن جميع جوانبها بسم الله الرحمن الرحيم لو كنا راضين على العملية السياسية حقيقة لما صدر قرار إصلاح العملية السياسية لدينا تحفظات ولدينا شكوك حول مستقبل العملية السياسية ولذلك اقترنت الاتفاقية الأمنية بقرار الإصلاح العملية السياسية بحاجة إلى تصويب وتصويب عاجل من خلال قرار الإصلاح فخامة النائب ما هو هدف الزيارة الأخيرة إلى تركيا ولبنان وإلى سوريا وهل سوريا هي المحطة الأخيرة في هذه الزيارة؟ السوريا ليست المحطة الأخيرة إن شاء الله في هذه الزيارة بعد أن أعود إلى بغداد أنا أخطط لزيارة بعض دول الخليج العربي وربما أيضا جمهورية مصر العربية لدي مخطط حقيقة لزيارة كل دول الجوار والدول العربية الغرض من هذه الزيارة هو إزالة الشكوك المخاوف والالتباس الذي حصل في توقيع اتفاقية سحب القوات مع الإدارة الأمريكية هذا هو الغضر الرئيسي للزيارة وحسنا فعلت حتى هذه اللحظة رغم أن السيد رئيس وزراء بعض من دوبين إلى الدول العربية لإزالة المخاوف والتباس وما روجه الإعلام كان علي أن أقوم بنفسي بهذه الزيارة أنا وجدت مخاوف لا زالت قائمة عند الأخوة في الجمهورية العربية السورية وبعض الدول الأخرى التي التقيتها لذلك مشواري أن أكمل هذه الزيارات إن شاء الله في المستقبل القريب حتى أزيل هذه المخاوف وأن أوصف المشهد العراقي ما هو شكل العراق بعد توقيع اتفاقية سحب القوات فخامت النائب إذا نتكلم عن زيارتكم المتكررة إلى تركيا هل أنتم حركة الوصل بين تركيا والعراق؟ يعني أنا لست ضابط ارتباط بين الإدارة العراقية وبين الإدارة التركية ولا يفترض بي حقيقة بمنصبي في الحزب ومنصبي في الدولة أن أقوم بهذه المهمة أنا أقوم بدوري وزيارة تركيا من وقت لآخر انطلاق من مسؤوليتي في الدولة وشعوري أن تركيا يمكن أن تمارس دور الأخ الأكبر للعراق في هذه الظروف الصعبة تركيا اليوم حقيقة الأمر تتوسع في إطار علاقاتها الدولية تتوسع في دور متميز في الشرق الأوسط تتميز في علاقات متميزة مع الاتحاد الأوروبي تتميز حقيقة في الاستقرار وفي الازدهار الاقتصادي الذي حصل منذ أن تولى رئيس الوزراء رجل طيب أوردغان مقاليد الحكوم في هذه الدولة تركيا لا مطامع لها في العراق تركيا تقدم مقترحاتها وأفكارها ومشاريعها لإصلاح واقع الحال والعمل السياسية طيب فخامت النائب هل أنت الممثل الحكومة في التفاوض مع تركيا؟ لا بالتأكيد هذه أنا موقعي أكبر من أن أكون فقط مجرد تمثيل طرف ما إذا طرف أنا في نهاية المطاف عراقي نعم مشروعي في نهاية المطاف هو مشروع عراقي لدي أهداف عراقية لدي مصلحة عراقية علي أن أحقق هذه المصلحة من خلال علاقات متميزة مع الدول الجوار التي ترغب في مساعدة العراقين في هذه الظروف الصعبة وتركيا هي في المقدمة من هذه الدول أنا اليوم كما ذكرت مارس دوري بحكم منصبي في الدولة العراقية وأستثمر علاقات متميزة مع الجارة تركيا للحصول على العديد من المكاسب للشعب العراقي وللعراق في هذه الظروف الصعبة فخامة النائب كنتم مهتمين بالعلاقات العراقية التركية إذن أين الاهتمام بالعلاقات العراقية الإيرانية حقيقة الأمر أنا مهتم بالعلاقات الثنائية بين العراق وبين جميع دول الجوار ولدي علاقات ولاكتصالات مع الجارة إيران المشكلة أثناء زيارتي إلى طهران السنة الماضية تكلمت مع القادة الإيران بمنتهى الصراحة حول دور إيران في العراق وانتقدت هذا الدور ونصحت بإعادة تصويب دور إيران في الملف العراقي لكن يوسفني أن أقول أن إيران لم تغير مساره حقيقة حتى هذه اللحظة وبالتالي لديه شعور بالمرارة وعدم الثقة في جدية إيران في موضوع وقفتها الحقيقية مع الشعب العراقي في هذه الظروف الصعبة مع ذلك لا زال الحوار قائم وأنا أتمنى على الجار إيران أن تتعامل مع العراق بروح المسئولية والحفاظ على مصالح العراق ولدى العراقيين رغبة أصيلة في أن تكون لديهم علاقات متميزة مع دول الجوار وإيران ليست استثناء في هذا المجال فخامة النائب أنت ممثل جبهة التوافق العراقية ويعتبرك الكثير من العراقيين بأنك تمثل السنة لكن شيوخ عشائر الجنوب دائما يزورون الأستاذ طائق الهاشمي ودائما يطرحون همومهم ومشاكلهم وأنت أكثر أكثر الناس تساعد أهالي الجنوب فهل يوجد علاقة بين الهاشمي وبين عشائر الجنوب؟ يعني أنا على مدى السنة الماضية أستطيع أن أقول أن عدد العشائر من أهالينا في الجنوب كان أكثر حقيقة من العشائر العربية السنية حتى هذه اللحظة وأنا حقيقة سعيد بأن إخواننا في المحافظات الجنوبية بدأوا يقرؤون الخط الوطني المشروع الوطني الذي يتبناه طارق الهاشمي والذي يتجاوز هذا المكون السني الذي انتخبني وأوصلني إلى السلطة أنا اليوم أتكلم بمنتهى الصراحة أنا ملك لكل العراقيين من الفاو إلى زاخو ومن خانقين إلى الرطبة أنمو كل العراقيين مشروع وطني والدليل على ذلك هو العقد الوطني الذي أطلقته وليس فيه إشارة طائفية وليس فيه إشارة عرقية هو مشروع يجد كل العراقيون أنفسهم فيه ويضع